السلام عليكم ورحمة الله إلى خبار يا شباب يا ربي يكون الجميع بخير النهاردة ان شاء الله آخر مخادرة عندنا وآخر فيديو في المنهج اتكلمنا المرة اللي فاتت عن تصميم القطبان وخلصنا خالص والكلام ده كان بينتهي في صفحة 62 زي ما احنا شايفين كده النهاردة هنبدأ في صفحة 63 وهي تصميم الفلانكات الفلانكات ها بشبانسين للا ما يعرفهاش هي الاشيء هي اسمها الفلانكة او السليبر هو الجزء او الحاجة اللي بتبقى موجودة تحت القطبان وبتكون موجودة على مسافات متساوية من بعضها المفروض ان هي زمان كانت خشب دلوقتي بقت كلها بريسترزد كلها بقت خرصانة بريسترزد كلها خرصانة سبب الاجهاد لانها طبعا يعني مش هقول ارخص ولكن طبعا هي ال ديورابول اكتر بتحمل استرزد اكتر عمرها الافتراضي او اللايف تايم بتاعها اعلى يعني فيها طبعا مميزات كتير عن عن الفلنكات الخشب زي ما احنا شايفين هنا كده دي القطبان وبعدين القضيب يبقى القطبان بتمحصوده بالشكل ده كده والمفروض الفلنك اللي احنا شايفين دي فلنكة خشب منتظمة العبعاد طول فعرض يعني طول فعرض في ارتفاع زي ما احنا شايفين كده ولكن طبعا الفلنكة الخرصانة هي بتبقى حاجة غير كده خالص بتبقى يعني اللي فيكوا عايز يشوف بقى بعد الفلنكة الخرصانة ورسمتها وحدودها والكرفات وعدم انتظامية الشكل اللي فيها يعمل سرش على البرسترز الكونكريت سليبر او الخرصانة ثابتة لجهات ذات القطع الوحدة المهم طبعا احنا عندنا الفلانكة الفلانكة عندنا هنا طول الفلانكة اللي عرضها بيرتفاعها تي ده سمك الفلانكة والمفروض انه طبعا بيه اكبر من تي السؤال النظر ممكن يجي لك ايه هي فوائد الفلانكات هتقوله انها بتحفظ مناسيب القطبان يعني ما بتخليش فيه غضيب اعلى من التاني حفظ التساع السكة التساع السكة بيفضل دايما سابت من اول السكة لاخرها تعمل كوسط مرن لنقل الاجهادات من القطبان الى الزلط تمام يعني هي الحم اللي بينزل على القطبان هي الوسط المرن اللي بينقل الاجهادات والاحمال من القطبان لقطع تزليط وزي ما احنا شايفين هنا كده الادل فلانكة هي ال خلاص ده طولها ال المسافة الدخلة صاف المسافة بين وش القضيب الداخلي الوش القضيب الداخلي هي اسمها جي كابيتل ومن سنتر لين القضيب لسنتر لين القضيب دي اسمها ايه كابيتل والمفروض طبعا من الجدول اللي فاتل احنا تكلمنا عليه في الفلانكات ان نص عرض التاج هو WR1 على 2 لان عرض التاج كله WR1 هنا عندك على الشمال هنا LVT اللي هو الطول في العرض في الارتفاع بيكون حوالي 250 2 متر ونص 25 سنتي في ارتفاع 15 او 266 في 16 ماشي دي الابعاد اللي هي ايه بتكون بتاعت الفلانكات الخشب طيب طبعا الفلانكات الخرصانة مش عليك وخلينا اقولك كده لما تجيلك مسألة ليه علاقة بتصميم الفلانكة ال L هو الطول كله ده بيكون لو ما تجابش سيرته في المسألة بيكون 73A ال A ده اللي هو من سنة اللاينة القضيب لسنة اللاينة القضيب تمام وهنشوف دلوقتي ال A دي بتسوي كم ال A بتسوي بقى ال G زد WR1 ال G اللي هو ال 1435 ال G عندك ايه بتسوي 1435 في السكة الطوالي و1000 ملي في المتر 1000 ملي دي يعني متر وهنا يعني متر و435 ملي يعني متر و40 سنتي و35 ملي خلاص فانت عندك ال A دي بتسوي ايه بتسوي التسعة السكة اللي هو ال G ده زائد WR1 لان نص WR1 من هنا ونص WR1 من هنا خلاص يدي لك اللي هو ايه يدي لك ال A تضربة بحس 73 يدي لك ايه طول الفلانكة كله ماشي طيب عندنا بعد كده بقى الزد اللي هو معامل الانحناع بتاع الفلانكة بتسوي B T سكوير على 6 ال B بيكون من 25 28 سنتي هو عرض الفلانكة اللي هي رست على الزلط وال T بيكون من 15 ل 17 سنتي اللي هو الارتفاع بتاعه تمام طيب عشان نصمم الفلانكة احنا كده قلصنا صفحة 63 هننزل على صفحة 64 وعشان نصمم الفلانكة لازم نحسب المومنت او لازم نحسب عزوم اللي انحناع بتاعتها هتسوي ايه هتسوي W على عشرة مضروبة في L ناقص A ناقص A تمام طيب M دي اللي هي اللي هي العزوم على الفلانكة اللي هي طول الفلانكة زي ما قلناه فوق ال W الي هو حمل العجلة حمل المحور P تقسمه على الاتنين ادي لكن W التضربة في اتنين ادي لكن P ماشي يبقى ال W هو حمل العجلة والP هو حمل المحور الرx هو التساع السكه اللي احناbuster لحنا شوفناه هنا اللي هي من simple line القظيم ل simple line القظيم خلاص الرx ال A بقى 对 طول الوسادة الوسادة يا لبقى تحت القطبان طوله اللي وسادة لها تحت القضيب على طول القضيب لما بيتحط على الفلانكة ما بيتحطش كده على طول لأن ده بيبقى حديد في الخرصان فما ينفعش فيه زي وسادة كده بتتحط هو ده طولها وده بيكون بنوع من النوع التذبيت اسم التذبيت غير مباشر بعد كده عندنا الف اللي هو إجهاد الفلانكة بيساوي إيه بيساوي إم على زد المومنت على معامل يدي لك إجهاد الفلانكة قد إيه ده مش منسين يعني اعتبر تصميم سريع كده للفلانكة وبعدين تعال كده نشوف أشكال للقطبان الموصولة وده حاجة ممكن تجيلك كسؤال نظري وضح بالرسومات أنواع الواصلات في القطبان هتقول لي أول حاجة فيه حاجة اسمها واصلة محملة ببلانجة لوحية يعني قد القطبان هي ومديجي عند النقطة اللي أنا هوصل بها بنقضيب وقضيب خلاص بيكون فيه زي حاجة اسمها بالانجة لوحية اللي هي بالانجليز اسمها تمام وهنا بتكون الفلانكة تحت النقطة دي بالظبط وشان خاطر ايه لما العجلة اتعدي تكون فيه سببورت ليها تمام? طيب الحاجة التانية واصلة معلقة ببلانجة زيت شفة زي اللي فوقه بالظبط ولكن لها شفة سفلية كده بلانجة زيت شفة سفلية وهنا المسافة بين الفلانكات هنا ممكن تبقى الفلانكة مش بالضرارة تكون تحت الواصلة ولكن يفضل أنها تكون تحت الواصلة طبعا هنا هي مش تحت الواصلة وهنا المسافة بينهم ممكن يعني أكبر من أو تساوي ال-LS اللي هو التقسيط يعني ممكن تبقى ال-LS طبعا ده اللي هو إيه التقسيط الفلانكات اللي احنا قولنا قبل كده ماشي يا شباب الحاجة الثالثة بقى عندنا هنا هنا وصلة نصف معلقة ببلانجة زاوية آدي ال-Elevation بتاعها واضي طبعا تبتلع بترسم بترسم ال-L2 مع بعض دي اسمها بلانجة زاوية خلاص والمسافة هنا بتكون بين الفلانكات بتكون ايه بتكون اقل من ال-LS اقل من التقسيط الطبيعي طيب ده كان بالنسبة للفلانكات تعال كده نشوف بقى حساب الاجهادات داخل قطاع التزليط اللي هو الزلط اللي تحت الفلانكة بيكون عامل ازاي بصت كده معايا بقى هتلاقي هنا طبعا دي القطبان زي ما احنا شايفين من سنت اللين لسنت اللين ده اللي هو ال-A من سنت اللين القضيب لحد اخر حتة في الفلانكة دي اسمها C على 2 كذلك برضو من سنت اللين اضيب لحد اخر حتة الفلانكة دي سي على 2 عرض الفلانكة بي ارتفاعها تي ارتفاع قطاع التزليط احنا هنا بتأس من اسفل من اوطى نقطة في الفلانكة اللي هو H ودي عندك طول الفلانكة اللي هو L ودي دلوقتي عندك زاوية اوميجا اللي هي زاوية ميل توزيع الاجهادات زي ما احنا شايفين وعندك هنا حاجة اسمها P نود وده لما يطلب منك الاجهادات اسفل الفلانكة ممشاركا اللي هي نقطة التلامس بين الفلانكة والزلط وعندك حاجة اسمها P I P I D اللي هي نقطة التلامس بين قطاع التزليط وبين السبجريد اللي هي تعتبر يعني اخر حتة في قطاع التزليط اوقاع قطاع التزليط ودي السوية اللي عندك لها السبجريد بتاعتك طيب دلوقتي هنا بيقولك بيقولك ان السي بتساوي إلا نقص إيه عشان السي دي احنا هنحتاجها بعد كده سي اللي هي ايه سي اما هنتعدنك هنا سي على اثنين اهي ودي سي على اثنين لو شئ هتجمع الواضي يبقوا سي لو عملت إيه اللي نقص إيه يدي لك إيه يدي لك سي اهي قدي سي بتساوي إيه اللي نقص إيه وبعدين عندك بيتا بيتا دي اللي هو معامل التأثير الديناميكي لو انت بتحسب الايجهادات في قطاع التزليط ودي بتكون القانون بتاعها موجود عندك في الورقة او في الجدول بتاع بتاع القطبان لو اديتها لك تحسب للبيتا لو اديتها لك يعني لو اديتها لك جيفن في المسألة موجودة في الورقة معاك او لو طلبت منك انك تحسبها احسبها لو ما جبت السريتها ولا قلت عنها اي حاجة تاخدها بواحد طيب اولا الاجهات داخل قطاع تزليط أسفل الفلانكة مباشرة اللي هو البي نود اهو ادي البي نود اهو تمام زي ما احنا شايفين اللي هي الكونتكتيري اللي هي مساحة التلامس بين الفلانكة وبين الزلط دي بتساوي ايه البي نود بتساوي تمانية من عشرة في دابليو اللي هو اه وزن او حمل العجلة اللي هو حمل المحور على اتنين مضروف في بيتا اللي انا لسه ايل عليها من شوية مقسومة على بيف سي بيل ده اللي هو عرض الفلانكة في السي اللي هو ايه اللي هي المسافة اه ما بين سنت الليين والقطبان لحد وش الفلانكة من الناحيتين اللي هي تعتبر ايه اللي ناقس إيه ده بالنسبة لحساب الاجهادات اسفل الفلانكة مباشرة طيب ثانيا بقى الاجهاد داخل قطاع التزليط وعلى بعد اتش اسفل الفلانكة انا ممكن اقول لك احسبلي الاجهاد داخل قطاع التزليط على بعد مثلا 15 سنطي من الفلانكة يبقى انت من عند الفلانكة جادة تنزل لي كام 15 يبقى انت الاتش عندك هنا كام 15 مش 30 او 35 فانت على حسب المسافة اللي انا بديها لك عشان تحسب لي عندها الاجهاد وهنا ويمتي الاجهاد في الحتة دي اسمه البي اي البي اي ده اللي هو الاجهاد في مسطح التلامس بين قطاع التزليط والسبجريد او عند اي نقطة داخل قطاع التزليط طيب بيساوي ايه بيساوي واحد واثنين من عشرة مضروب في دابليو اللي هو واحد من العجلة ومضروب في بيتا احنا برضو كلمنا عليها وشرحناها مقسومة على اتش وقالتش هنا الارتفاع المطلوب عنده حساب الاجهادات انا بقول لك عنده يا بقول لك ارتفاع قطاع التزليط كله وقول لك احسب لي فقاع قطاع التزليط كم او بديلك ارتفاع معين تحسب لي عنده مضروب في تان اوميجا اوميجا دي اللي هي زاوية زاوية ميلت وزاية الاجهادات طب الاميجا دي قيمتها كم لو انا قلت لك ان التربة جديدة تاخد الاميجا بخمسة واربعين لكن لو قلت لك ان هي رضيئة وقديمة تاخدها بخمسة وثلاثين ما جلت لكش سيرة بتشتغل بخمسة واربعين ماشي الكلام ده مضروب في ايه مضروب في ثلاثة سي زاية بي السي خلاص احنا عرفناها والبي اللي هو عرض الفلانكة ماشي شباب طيب يبقى انت كده قدرت تحسب الاجهاد في اي حتة اسفل الفلانكة مباشرة او على بعد اتش من او على بعد اتش من الفلانكة او في اي نقطة في عمك اقتع تزليط كده باش منسين احنا خلصنا الجزء التالت والاخير في المحاضر رقم 10 وبنخلص المنهج كامل حضرتك مطلوب منك كل فيديو بتتفرج عليه بتشوفه بتراجعه الامتحان هيجي في المنهج كله مفيش اي حاجة ملغية كل اللي انا شرحته الامتحان جاي فيه مش هيخرج منه والامتحان ان شاء الله مش هيخرج برا الشيتات ومش هيخرج برا الامتحانات القديمة هتتسئل في كل حاجة الامتحان هيجي فيه اسئلة نظري هيجي فيه رسومات ترسمها كاسئلة نظري هيجي فيه مسائل طبعا الجانب الاكبر منها مسائل وانت هنا عندك الشيط التالت على تصميم عناصر السكة شيط سهل جدا انه مفيش اي حاجة حلو تاني بيدك ولو افتف اي حاجة يكلمني اتمنى لكم انتوا فيه ان شاء الله باش مهندسين ويعني وذاكروا وشدي حلكوا وذاكروا وربنا يكرمكم ان شاء الله وكل صحان طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته